موسيقى يرتفع صهيل الخيول بين جنبات وادي الفروسية معلنا عن بدء فعاليات بطولة كأس الجمهورية للفروسية بالوادي في صورته الجديدة المتبيزة التي وصل إليها بعد قيام وزارة الداخلية بتطويره تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الإطار ليصبح ملتقى البطولات المحلية والدولية ويسهم في دعم رياضة الفروسية في مصر لكل المواطنين موسيقى صراحة من ساعة لما ابتدى البطولات تيجي هنا في وادي الفروسية الموضوع بقى فارق معنا قوي لأنه المكان مجهز بكل الخدمات اللي إحنا محتاجينها هذا المكان يصله حنتعام فيه بطولات دولية كبيرة وعلى مستوى عالي جدا على مدار سلاسة أيام تواصلت فعاليات البطولة برعاية لجنة تحكيم مشكلة من الاتحاد المصري للفروسية وبمشاركة واسعة من أندية الفروسية والفرسان الذي وصل عددهم إلى 224 فارسا لمصابقة قفز الموانع و14 فارسا لمصابقة الترويد و41 فارسا لمصابقة التقاط الأوتاد بالسيف والرمح و125 فارسا في البطولة المفتوحة تخلل فقارات البطولة مشاركة مجموعة من ذوي الهمم في استعراض مهراتهم في قفز الموانع سعيد جدا جدا بمستوى التجهيزات الموجودة في المكان سواء مدرجات الجماهير التي تتفرج منها أو الأرض نفسها والتجهيزات التي تحصل فيها أنا مبسوط جدا أن أنا معكم النهاردة وسعيد بيط وسعيد قرم الدياس تم إعداد استبلات ذات ساعة كبيرة لإواء الخيول المشاركة وفندق مجهز لإقامة الفرسان خلال فترة التنافس ومطاعم فضلا عن سيارات قهربائية للتنقل داخل وادي الفروسية وسيارات إسعاب بأطقمها الطبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية موسيقى إحنا هنا عندنا في المستشفى البيطري كافة الأجهزة من سونار إكسري رانين شوفويب بتأحلنا اللي إحنا نتدخل في أي حالات طرقة موسيقى شهدت ملاعب وادي الفروسية الممهدة وفقا لأعلى المقاييس الدولية في رياضة الفروسية تنافسا بين الفرسان المشاركة لاعتلاء منصة التتويج في رياضات قفز الموانع والترويد والتقاط الأوتاد موسيقى 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 ده طريقة أفتتاح الأرض التي تتكلم بالأرض هائلة تجهيز هائل الأرض المغفرالي التي استبدأت بي كلها مغفرالي استقاف الحصان مغفرالي استقاف الخطوة إن أنا عارف أتحرك فوق الحصان مكان هائل كمانجمنت كإنشاءات كنظافة ومشاء الله حاجة يعني يتشرف إن هي تكون موجودة في مصر وقد عكس آداء الفرسان بخيولهم مدى الشعور بالراحة على هذه الملاعب التي تفجر طاقاتهم في المنافسات وتساعدهم على إخراج مواهبهم في الفروسية الشاكل بسواها حلو جدا والأراضي مضيفة جدا 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 والنادي نفسه بصراحة حلو فالأرض يعني من كتر ملايه من مضيفة وحلوة تحسلك اللي هو إيه إجري الحكام جهزة لهم مبنى يوفر لهم رؤية واسعة لكل الملاعب في وقت واحدة أفضل حاجة لنا ببقى محتاجها اللي هي الرؤية الجيدة للمكان شايف جميع الاتجاهات بتاع الفرس من أول دخوله من أول خانة التسخيم لغاية خانة المباراة نفسها وقد أشهد الفرسان والحضور بجاهزية ملاعب واد الفروسية لاستقبال كافة منافسات الفروسية الدولية والمحلية من مرافق وملاعب وسطبلات مؤكدين أنه إضافة قوية للرياضة الفروسية في مصر يحق لكل المصريين أن يفخروا به جهد فضيع من وزارة الداخلية ومن الزباط هنا ومنظمين كويس كل إمكانيات موجودة أي حاجة بنطلبها بنلاقيها بطولة منظمة جدا حتى الناس استقابلتنا حلوي جدا والزباط اللي هما البنات وضعوا علينا بردو حاجاتك فلا أوفير أول يعني المكان بجرد طح في أردتي يعني ما شاء الله استقابلات كويسة مصرحة مستراحة في بوكسو كل حاجة موجودة الوكر موجود اللي يتماشى في الخيل دي أهم حاجة في حسين الخيل بعد ما بتخلص ما بدأ الفصائص ما المشوق على أدهم فيه وكرز ممكن تمشي فيها أرض التسخيمة قريبة من الأرض البطولة استقابلاء قريب برضو من الأرض مكان واسع وفيه قتال حلو وفيه مطعم حلو جدا مكان بصراحة فيه كل فاسيليتيز اللي تؤهله أنه يبقى مكان دولي الملعب مزودة بأحدث وسائل الإضاءة والموزعة بشكل مناسب وفقا للمقاييس الدولية المعتمدة في مجال رياضة الفروسية فيه مدربين على أعلى مستوى بيدربونا وما بيبخلوش علينا بأي معلومة وده قليل تلاقيه في أي حتة تانية حاجة تشرف الواحد بيبقى سعيد هو بيجي هنا بقالنا سنين ما بنحضرش بطولات في المكان هنا تطورات طبعا كل الناس شايفينها ويقدر يستقبل أي بطولات دولية وجمهورية وكل حاجة بطولة كأس الجمهورية للفروسية هي الثانية التي يصطدفها الوادي منذ تطوريه بعد أيام قليلة من بطولة الجمهورية لقفز الموانع وهو ما يؤكد على الجاهزية والاستعداد لاستضافة أي تفاعليات تنافسية في الفروسية في أي وقت وبأي عدد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر